يعاني سكان محافظة الحديدة من وضع صحي مترد نتيجة انقطاع تيار الكهربائي منذ ما يقارب تسعة أشهر وتضرب المدينة أو بيئة موسمية كحم الضنك والملاريا أصابت الآلاف من المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار البعوض وغياب اهتمام السلطات التي اختفت مع سيطرة جماعة الحوث الانقلابية على مؤسسة الدولة مجيرة كل شيء لصالحها هيئة مستشفى الثورة العام أحد أكبر المؤسسات الطبية التي يلجأ إليها سكان الحديدة أطلقت نداء استغاثة لإنقاذ مئات المرضى في مختلف أقسام المستشفى وعياداته جراء انقطاع تيار الكهربائي الذي كان يمدها خلال الأشهر الماضية الوضع الصحي بالحديدة يعني مزر للغاية خصوصا مع دخول موسم الصيف أطباء أكدوا أن مئات المرضى داخل المستشفى في حال خطر وتتدهور حالتهم الصحية خاصة من يخضعون للعلاج الضروري كالرقود والولادة والأطفال محذرين من استمرار انقطاع تيار الكهربائي الذي سيخلف كارثة إنسانية تهدد حياة المرضى الجهاز لعدم توفر المحالي لعدم توفر الإمكانية لعدم توفر الكهرباء وأشياء كثيرة فأني أعتقد أن الحرب هي التي وصلنا إليها كسبب رئيسي لتفشي كثير من الأمراض وليس الملارية فقط وليس الظنك فقط وليس غير الآن السكان خصوصا المرضى منهم يشتكون من الوضع المزري للمشفى نتيجة اتفاع درجات الحرارة كما يتسبب الازدحام الكبير باتفاع عداد المصابين بالأمراض الموسمية